موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الفيديو السابق تحدثنا عن شركات الأشخاص وقلنا أن الشركات التجارية من حيث الشكل بتنقسم إلى نوعين شركات أشخاص وشركات أموال وفي الفيديو السابق عرفنا على نحو مفصل شركات الأشخاص وليه سميت شركات أشخاص وأنواحها والخصائص اللي بتميز كل نوع من أنواحها وأنا برضو زي ما أكدت على حضراتكم في الفيديو السابق بأكد على حضراتكم في هذا الفيديو أن الشركات زي ما قلت إن كانت شركات أشخاص أو أموال نحن دلوقتي بنتكلم على الشكل القانوني للشركة مش بنتكلم أبدا على نشاطها النشاط ده إن شاء الله خلال الدورة اللي احنا فيها دي دورة الاستثمار والشركات هنتناول كل شيء عن الشركات الأنشطة والقروض والأراضي التخصيص اللي هي للشركات الصناعية اللي بتخصصها الدولة والتسهيلات الضريبية أو الإعفاءات الضريبية والجمركية للشركات الناشئة حديثة وألقيت في البورصة واكتساب صفة التاجر والإثبات التجاري والحديث عن قانون التجارة والشركات وقانون الاستثمار والضرائب كل هذا إن شاء الله سنتحدث فيه بكل وضوح وبكل بساطة في هذه الدورة من خلال الفيديوهات إن شاء الله بإذن الله تعالى القادمة كل ده هنتحدث فيه وبرضو هنتحدث على الأنشطة المختلفة التي تمارسها الشركات زي شركات المقاولات وشركات الاستراد والتصدير وغيرهم وهنتحدث إزاي بيتم إنشاء الشركات دية وهنتحدث على أحدث نوع أو عن أحدث نوع من أنواع الشركات وهو شركات الشخص الواحد اللي هي تناولها قانون الاستثمار وهنتحدث برضو عن قانون الاستثمار إلى جانب قانون الشركات وقانون التجارة وقوانين الضرائب وما إلى زي كل ده بإذن الله نتحدث عنه وأرجو من حضراتكم إنه تتبعوني في هذه الدورة إن شاء الله الدورة دية مع نهايتها بإذن الله تعالى هنكون إن شاء الله غطينا موضوع الشركات من بدايته إلى نهايته بحيث إنه حضراتكم تبقوا عارفين إن شاء الله كل كبيرة وكل صغيرة عن هذه الشركات بما في ذلك طبعا كيفية تأسيسها وبما في ذلك المستندات والأوراق اللي بتقدم له الجهات المختصة عند تأسيس هذه الشركات والنماذج المستندات والأوراق والطلبات هنشرها لكم في حينه على صفحة القانون والناس على الفيسبوك لأنه أنا قلت في فيديوهات سابقة إنه إحنا هنا دلوقتي على قناة القانون والناس بس القانون والناس باللغة الإنجليزية على اليوتيوب أما صفحة القانون والناس على الفيسبوك باللغة العربية اللي عايز يبحث عنها حيلجيها وهتلجوها كمان حضراتكم لو دخلتوا على اللمحة اللمحة بتاعة القناة هذه القناة التي أحدثكم منها إذا حضراتكم دخلتوا على اللمحة عشان تعرفوا ما هي هذه القناة ولمحة عنها هتلاقوا اللمك بتاع صفحة القانون والناس زي ما قلت لحضراتكم أنا إن شاء الله النهارة هتحدث معاكم عن شركات الأموال شركات الأموال في الفيديو السابق تحدثنا عن شركات الأشخاص بهذا الفيديو إن شاء الله نتحدث عن شركات الأموال طيب شركات الأموال تقوم على الاعتبار المالي أي الأموال اللادمة لقيام الشركة وتحقيق هدفها وتعتبر وحدة قانونية لها كيان مستقل عن ملاكها وتعتبر من الناحية القانونية شخصا شخصا معنويا معنويا تمتلك الأصول باسمها لا باسم حملة الأسهم فيها ويمكنها مقاضات لغير ويمكن لغير مقاضاتها ويمكن تصنيف شركات الأموال إلى التالي طيب بس الأول قبل ما نشوف التصنيف هنوضح الكلام إحنا قلنا في الفيديو السابق إن شركات الأشخاص بتقوم على الاعتبار الشخصي يعني مجموعة بيجمع ما بينهم معرفة أيا كانت المعرفة دي صداقة قرابة زمالة أيا كانت بيقرروا استنادا إلى هذا الاعتبار الشخصي لهم يكونوا مع بعض شركة ولذلك سميت شركات أشخاص شركات الأموال بتختلف بها الاعتبار هنا فيها المال يعني ممكن واحد من اسكندرية واحد من أسوان واحد من أسيوط واحد من سواج واحد من الوادي الجديد يعملوا شركة ما أعرفوش بعض لكن هي الاعتبار هنا للأموال لأعتبار للأموال وليس للأشخاص طيب ما هي أنواع شركات الأموال أولا شركة مساهمة وهي النموذج الواضح لشركات الأموال حيث يتكون رأس المال بها من حصص متساوية تسمى أسهم وتكون مسئولية الشركاء المساهمين بها محدودة على قبر أسهم إيه معنى الكلام ده؟ معنى الكلام ده حضرتكم هنقول مثلا أن رأس مال الشركة عندنا شركة مساهمة رأس مال الشركة دي مثلا عشرة مليون جنيه عشرة مليون جنيه بتقسم إلى أسهم بتقسم إلى أسهم قيمة السهم الواحد مثلا مئة ألف جنيه مئة ألف جنيه يعني لو واحد عايز يخش شريك يعني لو هي رأس مالها عشرة مليون جنيه مساهم وقيمة كل سهم مئة ألف جنيه فواحد عايز يشتري عشرة أسهم بمليون جنيه يبقى ده شريك بمين بعشرة أسهم يبقى هنا بتقسم الأموال إلى أسهم بيتشاف رأس المال كاملا سواء رأس المال النقدي المدفوع أو الأصول التي تمثلها الشركة الأصول اللي هي يعني زي المباني والمنشآت والمعدات وأما الرأس المال المدفوع اللي هم بيبقى موجود في البنك أو رأس المال النقدي فلو اعتبرنا أنه رأس المال على بعضه قيمته عشرة مليون مقسم إلى أسهم قيمة السهم مئة ألف جنيه يبقى واحد عايز يشارك بعشر أسهم يبقى يدفع إيه هيدفع مليون جنيه لأن السهم الواحد قيمته مئة ألف جنيه يبقى هنا بتتداول حتى الأسهم بيتم تداولها يعني يعني مثلا أنا النهاردة اشتريت سه معايا مئة ألف جنيه على كد اشتريت سه أو سه مين أو ثلاثة أو خمسة ممكن أنا في أبيعهم أبيعهم لشخص آخر والشخص الآخر يبيعهم لشخص آخر وهكذا بيتم تداول الأسهم لأنه هنا الاعتبار ليس لمين للأشخاص فإنما الاعتبار للأموال للأموال وكل واحد بيسمى أو المجموعة الشركاء دولة بيسموا شركاء مساهمين أو حملة أسهم أو حملة أسهم وطبعا برضو من الحاجات اللي ان شاء الله هنتكلم فيها زي ما قلت السوق المال أو البورصة لأن الشركات المساهمة دي من الممكن أن يتم تداول الأسهم بتاعتها إذا كانت مقيدة في سوق المال اللي هي البورصة ممكن يتم تداول الأسهم من خلال البورصة إزاي يعني حضرتك مثلا بتروح ودي جزء اسمحوا لي بس أوضحها بمناسبة الموضوع يعني إحنا نتكلم عن سوق المال بالتفصيل لكن مثلا لو حضرتك عايز تبقى واحد من العاملين في مجال البورصة إزاي بتروح لشركة من الشركات اللي هي بيسموها شركات الصمصارة في البورصة بتروح وبتدفع مبلغ معين على حسب الاشتراطات اللي موجودة والمبلغ بتاعك ده إزا كان مئة ألف مئتين ألف نص مليون مليون بتبتدي الشركة دية شركة الصمصارة في سوق الأوراق المالية أو في البورصة يعني بتوجهك من خلال خبراء ماليين بتوجهك بتقولك إيه اشتري أسهم الشركة الفلانية لأن الأسهم بتاعتها الأيام دي قيمتها منخفضة لكن بعد شهر أو اثنين أو ثلاثة أو سنة هترتفع قيمة هذه الأسهم فأنت حضرتك بتروح تشتري لأنك إنت لما عملت حساب في شركة الصمصارة دية دفعت مثلا مليون جنيه بتبتدي تقولهم إيه تاخد خبرات منهم بتدو لك توجيهات أو نصايح وتبتدي تشتري من مثلا بتشتري لك كم سهمة من شركة كذا وكم سهمة من شركة وبيبقى عندك حاجة اسمها المحفظة المحفظة يعني إيه يعني مجموعة من الأسهم في كل شركة من الشركة كذا 100 سهم من شركة كذا 50 سهم من شركة وهكذا وبالتالي بتحتفظ بهذه الأسهم اللي انت اشتريتها بسعر معين على أساس أنه هم بيعملوا دراسة للسوق وبالتالي في وقت معين يفترض أنه قيمة الأسهم بتاعت الشركات دية بترتفع عن القيمة اللي انت اشتريت بيها بتبتدي انت تروح تبيع هذه الأسهم ويبقى الفرد ما بين المبلغ اللي اشتريت به والمبلغ اللي باعت به ده المكسب بتاعك فبيبقى تداول شركات المساهمة أو الأسهم في شركات المساهمة ممكن إذا كانت الشركات دي مقيدة في البورصة بيبقى التداول عن طريق البورصة لو مش مقيدة في البورصة بيبقى التداول عادي يعني الأشخاص بينهم وبين بعض بيبيعوا ويشتروا عادي وده هنتطرق إليه بتوضيح مفصل وموضح إن شاء الله في حينه طيب إيه نوع الثاني من شركات الأموال شركات التوصية بالأسهم شركات التوصية بالأسهم طيب التوصية بالأسهم دي إيه هي يقولك تتكون هذه الشركات من نوعين من الشركاء تتكون هذه الشركات من نوعين من الشركاء النوع الأول من الشركاء وهم شركاء موصين وهم لا يسألون إلا بمقدار الحصص التي يقدمونها وتتخذ هذه الحصص وتتخذ هذه الحصص شكل أسهم قابلة للتداول لا تختلف عن الأسهم في شركات المساهمة النوع الثاني من الشركاء وهم شركاء متضامنين فكرين حضراتكم لما في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن التوصية البسيطة شركات التوصية البسيطة في شركات الأشخاص وقلنا إنها مكونة من شركاء متضامنين وشركاء موصين هنا بقى الشركات التوصية بالأسهم شركات التوصية بالأسهم فيها شبه من شركات التوصية البسيطة الشبه إن التوصية البسيطة كان نوعين من الشركاء الشركاء شركاء متضامنين وشركاء موصين طيب شركات التوصية بالأسهم هنا برضو فيها نوعين من الشركاء النوع الأول من الشركاء هم شركاء موصين أو موصون وهم لا يسألون إلا بمقدار الحصص التي يقدمونها وتتخذ هذه الحصص شكل أسهم قابلا للتداول لا تختلف عن الأسهم في شركات المساهمة والنوع الثاني من الشركاء فيها وهم شركاء متضامنين بالضبط تشبه هناك الشركة اللي قلنا عليه تمام بس هناك شركاء متضامنين وشركاء موصين هنا شركاء يعني احنا قلنا ايه التوصير بسيطة كان شركاء متضامنين وشركاء موصين هنا شركاء برضو متضامنين وشركاء موصين الشركاء الموصين هنا بيبقى شركاء بالأسهم بالأسهم تمام غير يعني عشان بس الأمور ما تلتبس عليكم يعني كانت في شركات الأشخاص اسمها شركات التوصية البسيطة هنا التوصية بالأسهم هناك كانوا نوعين من الشركاء موصين ومتضامنين هنا برضو موصين ومتضامنين طب ايه الفرج اللي بينهم الفرج ان الشركاء الموصين هنا وهم لا يسألون الا من مقدار الحصص التي يقدمونها وتتخذ هذه الحصص شكل اسهم قابلة للتداول لا تختلف عن الاسهم في شركات المساهمة يعني برضو الشركاء الموصين هنا زي الشركاء الموصين هناك هنا برضو ايه واخدين جاعدين في الأمان زي ما قلنا في شركات الأموال ان الشركاء الموصين بيبقوا جاعدين في الأمان والنوع الثاني برضو شركات التوصية بالأسهم بيبقوا برضو شركاء متضامنين شركاء متضامنين وهم يسري عليهم ما يسري على الشركاء المتضامنين في شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة ومن ثم تكون مسؤوليتهم مطلقة في جميع أموالهم يبقى هنا شركات التوصية بالأسهم تشبه شركات التوصية البسيطة بس التوصية البسيطة تابعة لشركات الأشخاص أما التوصية بالأسهم فتابعة لشركات الأموال طيب مين بقى بيدير الشركة برضو في التوصية بالأسهم زي ما قلنا في التوصية البسيطة اللي بيديرها هم الشركاء المتضامنين لأن هم المتعرضين للخطورة الأكبر لأن كل أموالهم ضامنة لمديونيات الشركة آخر نوع من الشركات الأموال هو النوع التالت اللي هي الشركات ذات المسؤولية المحدودة ذات وفي عندنا شركات مساهمة توصية بالأسهم شركات مسؤولية محدودة طيب إيه شركات المسؤولية المحدودة إيه وضعها أنا أقرأ لحضراتكم ونوضح بعد وهي تشبه شركات الأشخاص من ناحية واحد تشبه شركات الأشخاص من ناحية إيه واحد أن عدد الشركاء فيها لا يجوز أن يزيد على خمسين شركة اتنين أن حصة الشريك فيها ليست قابلة للتداول بالطرق التجارية بل يخضع تداولها لقيود معينة أهمها إمكان استرداد هذه الحصة للشركاء يعني إيه يعني التداول الحصص مش بطرق التجارية ولكن بطرق معينة طرق خاصة بين الشركاء وبعضيهم والشركاء من حقهم هم اللي يستردوا الحصص يعني أن حصة الشريك فيها ليست قابلة للتداول بالطرق التجارية بل يخضع تداولها لقيود معينة أهمها إمكان استرداد هذه الحصة للشركاء ثالثا لا يجوز تأسيسها عن طريق الاكتتاب العام يعني إيه الاكتتاب العام يعني لا تطرح زي شركات المساهمة كأسهم كأسهم والناس الغرباء يشتروا كل واحد يشتري له كمسة ده اسمه الاكتتاب العام بشركات ذات المسؤولية المحدودة لا يجوز تأسيسها عن طريق الاكتتاب العام إنما تأسيسها بيتم ما بين مجموعة معينة من الناس صحيح اللي بيجمعهم الرابطة المادية ولكن بتميل في شكلها الى شركات الاموال شركات الاشخاص رابعا وفي النهاية لا يجوز لها اصدار اسهم او سندات قابلة للتداول خامسا وتقترب هذه الشركة زي ما قلت من شوية من شركات الاموال من حيث نظام ادارتها وتأسيسها ومن حيث تأسيس تحديد مسؤولية الشركاء فيها وانتقال حصة كل شريك الى ورثتها طيب ختاما لهذا الفيديو والفيديو السابق الحقيقة شركات الاشخاص الاشخاص اهم شركة فيها او مش اهم الشركة الشائعة الشائعة في شركات الاشخاص هي شركة التضامن والشركة الشائعة في شركات الاموال هي شركة المساهم وبالتالي احنا دلوقتي عرضنا في الفيديو السابق لبيان مفصل لشركات الاموال وشركات الاشخاص وانوحها والفوارق والمميزات لكل نوع وما الى ذلك لكن ختاما اللي عايز اقوله انه اهم نوع من انواع شركات الاشخاص وبيكتسب الاهمية من الشيوع يعني النوع ده هو شركات التضامن يعني هو اللي بنلاقي شائع في شركات الاشخاص في شركات الاموال النوع الشائع هو شركات المساهمة وبالتالي تقريبا هم دول الشركات الشائعة في السوق وتقريبا هم الشركات الاكثر تأسيسا ونقدر نقول يعني هم اللي لهم شعبية ومعروفين اكتر لدى مجال المال والاعمال والمتعاملين في هذا المجال بيميلوا الى النوعين دولا انما احنا كان لازم نوضح ما هي شركات الاشخاص وشركات الاموال ان شاء الله في الفيديوهات القادمة باذن الله هنبدأ بقى نتطرق الى باقي المواضيع التي تخص دورة الاستثمار والشركات وان شاء الله ألقاكم على خير وصحة وسلام في الفيديو القادم بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة